نمر تايجر تايجر السلام عليكم فيديو اليوم عن اسماء الحيوانات بلغة انجليزية ان شاء الله ان عجبك تدعمنا اللايك وتشترك في القناة اسماء الحيوانات بلغة انجليزية يعني انجليزية تم تقسيم الفيديو الى جزئين عشان ما نتقولش عليك بالفيديو هنبدأ اليوم بجزء الاولاني بارت وان قطة كات كات قطة صغيرة كتن كتن كلب دوغ دوغ كلب صغير طبي 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 جمال كامل 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 حمامة بجن حمامة بجن سحلية ليزرد 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 بطة دوغ 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 بر 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 نسر بر ايغل 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 ببغاء بارت 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 دوغ دوغ دجاجة هن او لها معنى ثاني تشيكن طبعا تشيكن اكثر استخداما من هن هن تشيكن ديك روستر او كوك والكلمتين مستخدمين روستر او كوك والكلمتين مستخدمين بقرة بقرة كاو 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 غزال دير 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 اوزه غوز 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 غغ فل الفنت الفنت إليفنت سمكة فش ثعلب فش ثعلب فوكس فوكس دفضاء فروك فروك فأر ماوس ماوس خنزير بيك زرافة جراف جراف معز جوت جوت نمر تايجر تايجر نجل فترة المراجعة والاختبار فترة المراجعة والاختبار تم تقييم استعابك للكلمات التي أخذناها في الجزء السابق من الفيديو عن طريق عدد الإجابات الصحيحة إذا كان عدد الإجابات الصحيحة من 12 إلى 16 فتقديرك يعتبر مقبول لو الإجابات الصحيحة من 17 إلى 18 فتقديرك جيد لو من 19 إلى 21 فتقديرك جيد جدا لو الإجابات الصحيحة 22 أو أكثر فتقديرك ممتاز أو السؤال قطة أنسيب لكم 3 ثواني تقريبا عشان تجاوب كل سؤال قطة كات قطة صغيرة كتن كلب دوغ كتن كلب صغير كتن بوبي كتن جميل كميل حمامة كتن كتن سحلية كتن 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 دك، دب، بير، نسر، إيغل، ببغاء، برد، دجاجة هن أو تشيكن، ديك، روستر أو كوك، بقرة، كاو، غزال، دير، أوزه، جوز، فيل أليفانت، سمكة، فيش، ثعلب، فوكس، دفضاء، فروك، فأر، موس، خنزير، بيك، زرافة جراف، ماعز، غوت، نمر، تايغر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله